بجريدة الصحفة اليوم والافتتاحية من الصحفة اليوم تقول لما يرفض المشيشي الإنصاط للإعلاميين معركة استقلالية الإعلام وحرية الصحفة الآن وليس غدا في إشارة لما يحدث في شمس فان من ناحية ومن ناحية ثانية في التاب في يوكيل تونس فريقا اليوم كما تحدثنا في المواعيد الكبرى فما واقف احتجاش يدعاتها نقابة الصحفيين وعدة هيكل من المنظمات من المجتمع المدني بيشكونوا أمام هذه الواقفة لربما أنه ما استمعش إلى الصحفيين والمقصود هنا لأنه سيد رئيس الحكومة قال لن أتراجع على تعيين كمال بن يونس في الإدارة العامة لوكيل تونس فريقا هذا اللي ربما ما خليش جاءوا من الحوار يكون بينه وبين الصحفيين وتتحل المشكلة بالحوار لأنه سيد رئيس الحكومة عنده الحق بش يسمي وبالتالي يتحمل سيد مسؤولية خياراته وسياساته وإذا كانت تسمي النقابات أو الصحفيين ولا الموظفين هما يسميهم المدير العام فبالتالي نهارت اللي بتصير إشكال والنهارت اللي حشنا بفلوس والنهارت اللي حشنا بحاش مش تمشي رئيس الحكومة تقولك لا أنت سميت كم الواصلة على روحك ما خليتنيش نطبق سياسي ما خليتنيش نعين كما يمليه الدستورة عليها ومسؤولياتي نعين اللي نحب عليها لهنا أنه التحاور ويشمل مشيشي لبدل رئيس الحكومة أنه يتحاور مع الهيكل المهنية ومع الصحفيين ولا ربما فما نافذة فوتي حتى البارحة فما بلاغي سينا نتبهه له معناها صادر على رئيس الحكومة أنا شفته ولا لا أنه تعيين مفدي لمسدي مكلف بملف الاتصال والإعلام ولا ربما هنا ستتغير الأمور مقاربة أخرى بشي نشوفها مع مفدي لمسدي في خصوص التعامل مع الملف الإعلامي بشكل نعم جريدة لطن أشرت إلى اقتحام الأمن لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وتسألت هل أحرق المشيشي أوراقه الأخيرة مع المجتمع المدني كما تسألت المشيشي عنده أوراق خلاوله أوراق ها هكذا قاعدوا كملوا من غادي ينحلوا في أوراق ومن هنا ينحلوا في أوراق باهي على كله كما تسألت في موضوع آخر كيف ننقذ الموسم السياحي وتطرقت إلى الأليات التي وضعت لإنقاذ هذا الموسم السياحي خاصة بعد أعلان الوزارة عن فتح الحدود بداية من 19 أبريل أمام الرحلات السياحية الجماعية المنظمة وتسألت هل هذا كيف أم لابد أن نبني استراتيجية خاصة بما بعد الكورونا صحيح يجب معادلة الملف في وقته بالضبط مع فتح الحدود المعادلة هذي كيف نمنع هذا القطاع في ذروة انتشار الكوفيد معناها ثم كيف نبني لهذا القطاع ما بعد الكوفيد هل قايمة الوزارة والحكومة عندها أوراق عندها استراتيجيات لهذا جريدت المغرب عنوانة اليوم على هامش محاولة الحكومة المرور بقوة في وكالة تونسفريقيا للأنباء الأعلام بين السياسات التجين ووضع اليد والتمكين حركة النهضة والتمكين حركة النهضة لماذا التمسك بإنكار الماضي؟ شو قالت شين النكر قالت على النور دين البحيري اللي قال احنا ما نشي حركة إخوانية ما ننتميوش الإخوان ما فهم ما عملوش ما صارش كل اجتماع في السبعينات وما حضرش رجل غنوشي ما بيعوش ما صارتش بايع ما هومش يخوش ما عملوش رابع ما فهم ما يعني هذا عليش بيا قلقتك انتي لو عنوان هذا قلق عادي عادي ما صارش بي 15 نولاية مصنفة تركيا رجعت هيو مصر علاقات جيدة نمر للعلوان الموالي 15 نولاية مصنفة ذات مستوى انذار مرتفع و28 معتمدية مناطق حمراء الوضع الوبائي يتجه نحو الأسوأ وقد تقرر عزل عدة معتمديات هذية لايونة في جريدة المغرب نحب نحيي دونيا حفصة لكتبة المقال هذية واللي أشارت أن هذا التصريح الخاص قدمته دكتورة نصاف بن علي البارحة في الإذاعة الوطنية التونسية مشكورة زمينتنا دونيا حفصاتك صحة من جريدة لمغرب جريدة الصباح وأمر نمر إلى جريدة الصباح ومن عنوينها جراء استفحال وباء كورونا دعوة إلى تعليق الدروس لمدة عشرة أيام مدير عام وكالة التبغ والوقيد للصباح التهريب كبد الوكالة خسائر بـ 1400 مليار وبيع التبغ في المساحات الكبرى قرار ثوري شونو الثوري؟ كالزوائي اللي هذوكم عاش نعطيهم يبيعوا الدخان ونعطيهم لك المساحات الكبرى يخلي بيعوا تعرف الزوائي اللي قبل يعطيهم لخصة متع جمري بشي عايش بيها العائلة ها؟ تعرفها يا لي؟ بشي عام ده تمام عاش خل نعطيهم المساحات الكبرى الزوالي تشي مني فيه؟ تخليك المساحات الكبرى هذه قرار كبرى معناها وفي حاجة قرار ثوري شو الثوري؟ غادم الثورية معناها فاتها بوعزيزي جديد هذا القرار هذا بوعزيزي جديد لا يتفيني يا ربك وبعرأي سكين الزوالي في دوس يتجه مجددا إلى إقرار العمل عن بعد البرلمان يسعى لإغراق ميل فيسح بالثيقة من الغنوشي والمحكمة الدستورية الرحوية يصف المجلس بضيعة محروس منشي أنا خايفة هذه اللي مات لأنه فما صرح قال فما تهديدات جدية من مدى ها ها بعد جريدة لابريس وحول ختم الميزانية شميزان لك أنت لابريس الكوتيديان والشروق الرأي العام والأخبار نرجع لهم بعد قليل بعد ما نخرج إشهار لأنه الآن السابعة والنصف تحديدا في الإداءة الوطنية التونسية كوديو مصباح من ستة للتسعة تسمع شديد وميشف شديد وميشف في يوم سعي برعاية سنابل كرتهج طعم لأي مزينة كوتولاس الشركة التونسية لتأمين الصادرات والمبيعات في تونس من خطر عدم الخلاص جرائد اليوم أجلسة ثانية من جرائد اليوم وين وصلنا؟ وصلنا لجريدة لابريس 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 وحول ختم الميزانية عنوانات البحث على موارد مالية جديدة شاء الله ربي معه لابريس قالت أن الجائحة في مرحلة حرجة وأن تونس أمام السيناريو الأسوأ هذا الاختير جدا وفي موضوع آخر أكدت أن أكثر من 87% من التونسيين يرون أن الفساد قد طفاقم لدينا فساد ما عنيش في تونس ما عنيش نسمعه بيسمع فميش لو كوتيديان لو كوتيديان وبخصوص اللي شد فساد يجيبول يا هكا حو لا يرحموا لو كوتيديان وبخصوص كوفيد 19 قالت أن أقسام الإنعاش تشهدوا ضغطا كبيرا ولذلك على تونسيين الاستعداد للأسوأ ربي تسر الصحيفة تحدثت عن الاكتظاظ الغير مسبوق في المقاهي والمساجد في رمضان ليلا ما تلقاش بلاس ما تلقاش بلاس ما نترمي المساكي جي على يوصل العباد احتراما للبروتوكول الصحي يال نواصل نواصل مع عنوين جريدة الشروق عنوينة اليوم سعيد يهاجم الإسلام السياسي والغنوشي يهدده بالملف الصحي الحرب المعلنة فما حرب بين قايص عيد ورشل الغنوشي يتهيقل ما تشعب هي هيو نتغتك ربي في رمضان نعرف هكا يقولوا الكبار متع الحومة في رمضان حتى كان فاما هكا حرب ومشكل وده شو يتسامحوا العباد يا رمضان يليل 27 يليل نصف يليل العيد شعلا ربي يصفي قلوب التوينس الكل على بعث يا ربي يقرب باردو القرتاش ومعها القصبة يا ربي يهزهموا الكل باردو وقرتاش والقصبة حطهم في مكان واحد مثلا بحضة بعضهم قصر قرتاش بحضة قصر باردو بحضة قصر القصبة الكل يوليوا جيران يا ربي فينك يوليوا جيران وعكا أشجار وصع لي هرسوا معاشفة محاطة إشكالي يوليوا حكيوا مع بعضهم كما نهارت تسعة بريد وقت مشيوا للضريحة الشهدية قلاء وفلعد أحكيوا مع بعض وطلب منه واخده بخاطر وطلب منه بشي زيد في الوعد واخده بخاطر خلافات اهترتد على الحكومة والبرلمان قلب تونس على خطاء نيدة تونس طيب بعد كان جاء منعرف بشي يجي تحدثنا مع بعضنا رئيس كتلة قلب تونس يكون معنا طيب عتينا شيء لحكاية بالدب تدعمت حراسته الأمنية تهديدات بتصفية منجر كتلة كي شاء الله ربي معهم منجر الميكرو هاي بر أنا ضربت في الميكرو خديت الشروق بشنا وليها ياخد ضربت الميكرو سمعك الرأي العام عنوانات مقارنة بسابقه البرلمان الحالي يحقق تطورا فارقا على مستوى آدائه الرقابي والتشريعي رغم التعطيل المصادقة على 63 قانون مقابل 27 97 جلسة عامة مقابل 43 63 جلسة رقبية مقابل 6 جلسات 230 عدد الأسئلة الشفاهية الموجهة للحكومة مقابل 9 جلسات وليت محلها تونس تسمع زوز أرا في خصوص مجلس نوب الشعب الراحوي يقول لك المجلس ضيعة محروس والبرلمان يسعى ليغراق ملفي ساحب الثقة من الغنوشي والمحكمة السوري ولهنا في الرأي العام نقول لك أنجح برلمان منذ الاستقلال بسابقه وعطها أرقام ولي شوفناه في برلمان سنة عشب العوجبة فاتك الشماء على الأخرين كان متوقع روذاك كان متوقعين فاتك عاملونا دار للشهداء وفاتك الفرنسي كل كعبة فرنسية كعبة فرنسية نحن نختم بجريدة الأخبار وعنوانات غلق ألفين مقهى وستشن ألف مهددة بالإفلاس فلسوا هدوما أي ألفين سكر يعاني قطاع المقال أي للفين أمال كان يخدمه في زوز من الناس ثلاثة يا سيك احسب قديش من عائلة صبحت بين عاشية وضوحة ما غير ما تقول معناها ألفين في الثلاثة ستة ألف ستة ألف مورد رزق إن شاء الله نقولهم حلول شكرا لكم بعد قليل نمشي مع بعضنا المعادة الوطني للرز الجوي والبشارة موجودة والحمد لله أمطار من البارحة تتهاتل على تونس إن شاء الله تكون عامة ونعرف ذلك بعد قليل ومتواصلة أيضا في اللي